أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمدٍ النبي الأممي المجاب وعلى آله وصحبه وأسنى خديمه واجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم داعيا مجاب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد من الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفؤن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد من الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفؤن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفؤن أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاثق ندا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد ندا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضلين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلا خدتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهوٍ أو نسيان أو تحريفٍ أو تقديمٍ أو تأخيرٍ أو زيادةٍ أو نقصان أو تعجيلٍ عند تلاوته أو كسلٍ أو زيضٍ لسان أو وقوفٍ بغير وقفٍ أو إدغامٍ بغير مدغمٍ أو إظهارٍ بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديًا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة واعصمنا به من الزيض والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقف بالزيادة آمالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصب بسجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذخنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا سائر بلاد المسلمين يا ربنا آمين يا رب الله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا اللهم ازدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر أحدا علينا وأرضنا وارضعنا وباسمك الكافي اكفنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب الله اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيك ورسولك وأعوذ بك من كل شر استعادك منه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيك ورسولك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لحياء منهم والأموات وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وصلم وبارك وخليله وحبيبه عليه الصلاة والصلام بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر قبل الهبة وعند حصولها وبعد حصولها أبدا آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وقضئ بسره حوائي جميع ثم تأهلي وعياني يا سميع وكل من طلب مني يدعى في حاجة يا من يجيب من دعا وأسبلن علينا رب عافية وهب لنا القصد في الدارين يالله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يالله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يالله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لصالحين من الخيرات يا الله واصلبنا نهج رشد وكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسر كل ذي التعسير يا الله طويل لنا عمرنا صحه لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله ودمر كل أعداء تضر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن لنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلاي الظهر يا الله وكن معيذا لنا من شر ذي حسد مع شرفا من وشر العين يا الله وشر سحر وشر الخلق إنسهم مع جنهم وذوات السم يا الله لي جم لن ظاهري وباطني بطاهري يا ماحي الكبائري بجاهه ولممي يا الله مغفلتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهلة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب ندفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا وحمي حمانا وتجاوز عنا وأنزلن يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر نقم وهبلنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهبلنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الدائي ولا تعاملنا بالابتلائي آمين يا ربنا يا ربنا واشفئ جميع المسلمين عاجلا ثم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تواخذهم بكثر الذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يظهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك هاهنا ثم غدا لكنما تلذذ الجوارح أفضاهم لأقبه القبائه فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهموهب الذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب آمين يا ربنا رحمة نؤهب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرآ خط أمة المصطفى عن كل مفسدة والترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الوراء يا هادي الرداء آمين يا ربنا يا رب يجعل المريدين معا في حصنك الحصين والشمل جمعاه آمين ملك جميعهم نفوسهم بلا شيء يضر والمساعي يقبل آمين وكن معينهم على أمور الدين والدنيا مدى الدهور آمين فلا تواقذكم بما قد اجرموا في السر والجهر فأنت الأكرم آمين اللهم منصر ولي أمرنا وخليفتنا الخليفة العام للطريقة المريدية آمين يا ربنا اللهم كن له ولياً ونصيراً وارفظه بما يارفظ به عبادك وأوليائك الصالحين آمين وطوِّل بقاءه فينا وامدده بالصحة والعافية وزده قوةً إلى قوته حتى يتمكن من تحقيق جميع مشاريعه الإسلامية والقديمية آمين اللهم أعن كل من يعينه ويساعده على أداء مهامه من أقارب وأتباع ووفِّقهم لما فيه مصلحة المريدين والمسلمين جميعاً آمين يا ربنا اللهم احفظ ولاة أمور الدين والخلفاء في الناس وكن لهم عوناً في كل أعمالهم وهب لهم الصحة والصلامة والعافية آمين ووحِّد كلمتهم وشملهم وصوِّئ صفوفهم وألِّف بين قلوبهم ووفِّقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد آمين يا ربنا اللهم اجعل كامل التوفيق والصداد لولاة أمور الدنيا في البلاد آمين اللهم اجعل كامل التوفيق والصداد لولاة أمور الدنيا في البلاد آمين اللهم اجعل كامل التوفيق والصداد لولاة أمور الدنيا في البلاد آمين لما فيه مصلحة العباد والبلاد اللهم احفظ بلادنا وأدم علينا نعمة الأمن والإيمان وافتح علينا بركات الأرض والسماء حتى يتمتع الجميع برغد العيش وبالحياة الطيبة المملوئة بالهلوء والاستقرار والأمان اللهم يا ربي يا سميع يا قريب يا مجيب هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآخر